ازايكوا حبيبي عاملين ايه؟ ناس كتير طلبوا مني اني انازل احداث الحلقة 151 اعتذرت كتير لاني مش عارفة بجد الاحداث لان الاحداث اختلفت تماما عن المساسر التركي اللي بتعود انازل منه خلال شهور كتير عدد لكن بعد ما شفت الحساب بتاع الكزاندر علو على انستجرام وكاتب كانت الاسف نهاية غير متوقعة للجمهور وحتى انا شخصيا مش متوقعة وفنز لي الكزاندر كاتب وداعا الكزاندر علوم وان كده بيخلص دوره في مسلسل حيرة كمان قبل كده قلتولي اثناء ما هما كانوا بيصوروا ان الكزاندر علوم انسحبه وكمان من المسلسل وان ما بدأش يصهر معاهم في الفترة الاخيرة وبالفعل ده تقريبا اللي اتحقق لانه بقاله كم حلقة ما جاش وكمان ممكن تكون دي نهايته عايز اقولكم المسلسل التركي ما كانش كده خالص المسلسل التركي كان 1500 حلقة تقريبا وكان طويل وجمان ما متش ابدا فيه فضل لحد اخر حلقة لكن طبعا هما فضلوهم عشر حلقات او عشرين حلقة بكتير علشان كده حبوا يخلصوا الموضوع ويخلصوا النهاية يعني قبل كده الفنانة كاد القيسي قالت ان النهاية حتكون مش متوقعة وحتكون حزينة وسعيدة في نفس الوقت هل ممكن يموت فعلا جمال في احداث مسلسل حيرة طيب ولو في براءة لفريدة كده مش هيشهد عليها ولا حيرجع علاقة فريدة وجمال ولا كمان جمال هيكتشف العلاقة بين سمر وبين سهيل وان هما اتفقوا هما الاتنين عليهم وان هما كمان اتفقوا مع سليم قبل كده علشان خاطر موضوع فريدة الاحداث طبعا اكيد بعد موت جمال مش هتمشي مظبوطة زي المسلسل التركي لكن مرضو حبيت اقول لكم هما بيحاولوا ينهو المسلسل باي شكل لان المسلسل التركي كانت احداثه كتير جدا في الفترة الاخيرة كنت بحكي بعض الاحداث عن الحلقات اللي اخيرا اللي بتشتغل دلوقتي مية حاجة واربعين تقريبا بداية من الاسبوع ده وبدأت الحلقات تتلغبط وبدأت كل حاجة ما تكونش زي المسلسل التركي حكيت مبارح عن موضوع حريق لوسام ورويدة ولا حينقذهم كمان وده ما حصلش في احداث الحلقة دي يمكن تتأجل لاحداث حلقة بكرة ويمكن ما تجيش خالص لكن اكيد كمان هيكتشف سر العلاقة اللي بين وسام وبين رويدة المسلسل التركي اكتشف كمان كذبت هند وي كمان وسام في النهايات وفي الحلقات الاخيرة لكن اكيد في المسلسل ده ببقى انه اصير عن المسلسل التركي فاكيد هيكتشف على طول او هيسمعهم بيتكلموا وحيعرف فعلا ان هما اتفقوا هما الاثنين عليه ووي رويدة ويمكن كمان نلاقي في نهاية المسلسل رجع لرويدة ويجوزها وفيه انباء النيهندة هتنتحر ده بناء على المسلسل التركي احداث كتير نقصة في المسلسل العراقي وبدأوا يغيروا فيها لكن كلام اليكزندر علوم على انستجرام بدأ يشككنا في الموضوع وده لانه كاتب انه هو ما كانش متوقع النهاية دي لجمال هل ممكن يكون انسحب وهم غيروا النهاية انا بقول كده ممكن يكون عمل معهم مشكلة او ايا كان زي احمد الخفاجي وزي يعني قبل كده ظهر ابنين انسحب وهم بدأوا يدخلوا النهايات دي من عندهم وبدأوا يغيروا شوية على الاحداث بعد ما مشي اليكزندر والاحداث دي هو نفسه ما كانش متوقعها الله اعلم برضو ايه اللي هيحصل انا بتكلم معاكو عن مجرد توقعات لانه متابعيني قالوا لي اكتبي توقعاتك وايه اللي ممكن يحصل حبيت اقول لكم المسلسل التركي كان ماشي ازاي والعراقي مش ازاي لكن لو فعلا مات كده الاحداث هتكون يعني غير مزبوطة لانه المفروض سليم ييجي ويزبط براية فريدة قدام جمال وبنفروض كمان ان الجمال هيتجاوز فريدة وحيطرد سمر وسهيل برا لكن زي ما بقول برضو لسه مش عارفين نتوقع ولا ايه اللي ممكن يحصل في احداث حلقات مسلسل حيرة في الحلقات اللي جادي بس حابت اقولكم كل الكلام ده واحبكم كل شي هوية اشوفكم على خد في فيديو تاني ومسلسل تاني باي با اشتركوا في القناة